وغيره يسأل عن من أصيب شفاهم الله عز وجل بالسلس كيف يصنع من أصيب بسلس سواء كان سلس بول أو غائط أو ريح فهذا حكمه لا يخرج عن قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج والحرج الذي يجده كثير من هؤلاء إنه من قبل أنفسهم لا من حيث الديانة فالله تعالى قد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تيسير القرآن تيسير لفظه وتيسير أحكامه كيف يصنع إذا قضى حاجته وضع على محل الخارج ما يمنع انتشار النجاسة ما يمنع انتشار النجاسة يضع على محل الخارج ما يمنع انتشار الخارج ثم ماذا يصنع يتوضأ وضعه للصلاة ثم يبقى على طهارته لا تنتقد طهارته إلا بناقض آخر غير الخارج هذا غير الخارج الذي معه فيه سلس غير الخارج المعتاد الذي دام معه فإذا كان معه سلس بول لا ينتقد خارجه بخروج البول لكن لو حصل منه ريح أو حصل منه شيء آخر من نواقض الوضوء فإنه ينتقد وضوءه يستحب له أن يتوضأ عند كل وقت الصلاة يعني إذا دخل وقت الصلاة يستحب له الوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحابة قال وتوضأي عند كل صلاة هذا بعض العلماء حمله على الوجوب وذهب طائفا من العلم إلى أنه مستحب وهذا الأقرب إلى السبب أن الوضوء ليس واجبا إنما هو مستحب هذا ما يتصل بما يصنعه من كان معه سلس دائم مستمر لا ينقضي ترجمة نانسي قنقر